فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها والله عليم حكيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس والله أعلم حيث يجعل رسالته نعم الاعتراض على الله جل وعلا وهو حكيم عليم يضع الأمور في مواضعها ولهذا اختار العرب لحمل رسالته اختار منهم قريشا واختار من قريش بني هاشم واختار هذا الرسول من بني هاشم لأنه يعلم سبحانه وتعالى أهلية من اختارهم ربك يخلق ما يشاء ويختار الله أعلم حيث يجعل رسالته هذا رد على الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله فهم يقولون نحن مثل رسول الله كلنا بشر فلماذا لا نكون كلنا رسل من باب القياس الفاسد الله نعم فالله جل وعلا رد عليهم بهذا الرد المفحن أن هذا الفضل من الله لا اعتراض عليه سبحانه في ملكه ولا في اختياره كما أنكم أنتم لا ترضون أن يعترض عليكم أحد في اختصاصكم وما تملكونه كيف تعترضون على الله مع أنكم أنتم جهلة وأغيار قد تلعون الأشياء في غير موضعها أما الله جل وعلا فإنه حكيم عليم نعتراض عليه سبحانه وتعالى